اكد سعادة المهندس وائل بن ناصر لمبارك وزير شؤون البلدية والزراعة حرص الوزارة على الاسراع في الانتهاء من تنفيذ طلبات عوازل الامطار بالتنسيق مع المجالس البلدية نعم حيث اشار سعادة الوزير الى انه تم الانتهاء من 57 طلبا لعوازل الامطار خلال النصف الاول من العام الجاري فضلا عن وجود 31 طلبا قيد التنفيذ و47 طلبا قيد الاجراءات جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الوزير المبارك لاحد مشاريع عوازل الامطار التي تنفذها الوزارة في المحافظة الجنوبية قال الوزير خلال الجولة ان هذا المشروع يحظى باهتمام كبير ويأتي ضمن اولوية التنمية الحضرية المستدامة حيث تحرس الوزارة على تسخير كافة الامكانات والموارد لتنفيذه بالصورة المناسبة التي تقدم المواطنين